هذا ونال التقرير الطوعي الثاني المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي قدمته البحرين إشادة دولية واسعة التقرير الطوعي جعل المملكة من الدول المتميزة التي يحتذا بها في موضوعية تقارير الخطة الحضرية الشاملة هي من بين إحدى وعشرين دولة حول العالم والرابعة عربيا من أصل مائة وخمس وتسعين دولة عضوا في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل ممن أبدت التزامها برفع تقريرها الطوعي الثاني عبر المنصة الإلكترونية للأمم المتحدة الخاصة بالتقارير الحضرية الجديدة فبعنوان شامل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة قدمت البحرين تقريرها الوطنية الذي استعرضت من خلاله أثمن الجهود التي بذلتها في تنفيذ الخطة الحضرية التي تم إدراجها ضمن خطط وبرامج الحكومة من خلال رؤية واستراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة استندت على توجيهات ودعم صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتبني تنفيذ تلك التوجيهات من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي اعتبر الخطة الحضرية كواحدة من بين أهم المرتكزات المتناغمة مع برنامج عمل الحكومة والمؤدية نحو وجهة واضحة تقود إلى تحقيق النمو الاقتصادي والوصول إلى أهداف الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين التقرير الطوعي الثاني جاء ضاما لعديد الإشارات التي برهنت من خلالها البحرين كفاءتها في أن تكون من بين الدول الرائدة الجادة والحريصة على إمضاء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تشدد على حتمية الاستثمار في الإنسان عبر تطوير التعليم والخدمات الصحية والإسكانية وغيرها من المجالات الهامة التي كان لكوادر فريق البحرين الدور البارز في تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية كبرى عززت من مكانة البحرين على المستويات كافة ممن برعوا في التغلب على التحديات التي جاءت بها تداعيات جائحة كورونا ليشكل لهم ذلك دافعا لإطلاق طاقاتهم وإمكاناتهم الدؤوبة لتصطير أبهى صور الإنجازات العديدة التي رفعت اسم البحرين عاليا من نافذة التقرير الطوعي الثاني المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين وأهداف التنمية الحضرية اقتنصت البحرين فرصة ثمينة لتقييم جهودها وتبيان إصرارها المستمر قولا وفعلا في تحقيق هذه الأهداف لتواكب الأجندة الدولية في مجالات التنمية لما لها من العكاسات إيجابية على المستوى المحلي وعلى المواطنين بشكل خاص عبر التفكير خارج نطاق الصندوق في طريقة البناء والإدارة والعيش في مدن عصرية متكاملة الخدمات تلامسها الحداثة من كل جانب لتلفزيون البحرين محمد رشدات